أكد معالي الشيخ خالد بن علي الخليفة وزير العدل وشؤون الإسلامية والأوقاف أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدح حققت إنجازات حقوقية مهمة بهدف تعزيز حماية حقوق الإنسان وضمان مبدأ المسائلة في إطار تكريس سيادة القانون وقال معالي وزير العدل بمناسبة مرور عشر سنوات على إنشاء وحدة التحقيق الخاصة إن الوحدة شكلت إحدى الآليات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان وعكست التطور الذي شهدته منظومة العدالة الجنائية بمملكة البحرين نوه معاليه بنعقاد مؤتمر الدور الفاعل للأجهزة والآليات الوطنية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان والذي يقام برعاية النائب العام الدكتور علي بن فضل البعينين وبتنظيم من وحدة التحقيق الخاصة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومعهد دراسات القضائية والقانونية مؤكدا على أهمية موضوع المؤتمر والذي صلت الضوء على الجهود الموطنية المبذولة في مجال حماية حقوق الإنسان ومراحل تطور التشريع البحريني ومؤكبته للاتفاقيات والمعايير الدولية اشتركوا في القناة